سؤال بيقول شفت رؤية لأختي الكبيرة ان احنا قاعدين في خطبتها خطبها كان اسمه أحمد في الرؤية وكان جاي من الجيش وكان شكله بشنب بس من غير ده دي الرؤية اللي بنتي حكتها لي قدام بنتي الكبيرة فبنتي الكبيرة استغربت وقالت ان صاحبتها قالت لها ده في الحقيقة ان اخوها احمد عايز يتقدم لخطبتها وان هو جاي من الجيش لسه هو اصغر منها بسنة واخلاق وكويسة نتمم الخطوبة ولا لا ارجوكم ما لكمش دعو بالرؤية دي خالص لان هي مش رؤية دي عبارة عن حديث نفسه وعبارة عن شيء واحنا عندنا قاعدة اساسية فيما يتعلق بالرؤية احنا طبعا في البرنامج عندنا سياسة كده ان احنا لا نغلى في الرؤى ولا الكلام عن الجن ولا الحياة زي دي لكن مع كده احنا عندنا قواعد للتفكير الشرعي والتفكير الديني والتفكير اللي يأخذ بأنوار مدد ربنا لينا واتباعنا لسنة حضرات النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة بتقول ايه نحن لا نبني قراراتنا لا على الرؤى والمنامات لا على الرؤى ولا المنامات يعني ايه يعني دي قاعدة شرعية ان احنا لا بناخدش قراراتنا سوى بالدخول في مشروع او في ترك جواز او في الطلاق او قبول جوازة او رفض جوازة لا ناخد ده ولا اننا صاحب فلان ولا اكره فلان ولا حب فلان ولا فلان بيأزيني ولا فلان بيسعد ولا فلان بيسعى لسعدتي ما ناخدش كل الكلام ده لا من الرؤى ولا من الاحلام ليه لاني مدام الرؤى ممكن تطلع اضغاص احلام تطلع اضغاص احلام يبقى على طول ده محل ما ينفعش استند اليه لاني نوم الانسان بيبقى اضعف وقت بيكون في تركيز الانسان وبتنشط في الجزء ده النفس الامارة بالسوق الناس متصورة ان النفس الامارة بالسوق بتنام زي ما احنا بننام فاللي حاصل فالشخص اللي ما بينام يفتكر ان النفس الامارة بالسوق نامت لا اللي بيحصل في النوم بقى ان في بعض الاحيين النفس الامارة بالسوق بتطلع كثير من الاشياء اللي بنخف منها والاشياء اللي احنا بنترعب منها والاشياء اللي احنا من خاف منها وتطلعها إلى سطح الإدراك وإحنا مش واخدين بالنا مش قادرين ندفعه إحنا وصحيين لما تيجي فكرة إن فلان ده بيدا يا راجل إحنا مش فاضين الموضوع ده لكن أنا ونايم ما عنديش نفسي ما عنديش يقظة فتطلع وبعدين النفس الأمر بالسوق تروح عاملة إيه بقى تسيغ ده في شكل إيه في شغل متصل بالخيال فتسيغ لي بقى حلم ضخمة جدا 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 مليء بالمخاوف ومليء من الرعب ومليء بالقلق ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما تكون الرؤية أو الحلم أو الشيء من هذا القبيل في شيء مخيف أو شيء سيء ندفع على إثارنا ثلاثة مرات وندعم لو كان ده مؤام كان خلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ إجراءة جزء تأخير البيانة عن وقت الحاجة لو كان ده حقيقة ما كانش سابنا رسول الله عليه وسلم نتعرض لشر أو ضر من غير ما نأخذ أي إجراءات تمنع عنا الشر والضر ده لكن علمنا رسول الله عليه وسلم إن ده لن يغير شيئا في حياتنا ولا في أقدار ربنا يبقى احنا نعمل إيه بقى؟ ما نلتفتش لده يبقى احنا مش نأخذ لا قرارات ولا نأخذ شيء نقبل عليه أو شيء نرفضه أو شيء نتبنى من الرؤى والمنامات يبقى لا قرارات ولا مواقف ناخذها من الرؤى والمنامات أحزنون إيه ده يعني ما نمشيش ورى الرؤى مش فيه حاسما الرؤية الصالحة جزء من السبعين جزء من النبوء أصحيح الرؤية لكن اللي أنت بتتكلم عنه دوت ليس برؤية وعشان تبقى رؤية صالحة يا الرؤية الصالحة يا لإيه؟ اللي بيخلي الإنسان يرى كيف يقبل في حياته على الله دي الرؤية الصالحة لكن ليس من الرؤية الصالحة إن الإنسان يشوف أشياء فلان بيخططها له فيوسي الظن فيه يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا بتسألوني أتم الخطبة ولا لا هنمشي كأننا الرؤية دي مش موجودة فنعمل إيه؟ فييجي الخطيب ونقبله بدون أيضا بدون استحضر لهذه الرؤية خالص خالص إيه دي يا مولان مش مقولة كده؟ ده إحنا ثلاث تربع حياتنا بتتأثر جدا بالرؤى أيوة صح؟ لأن إحنا مش عارفين القاعدة دي وعشان كده حياتنا بتعمل إيه؟ بتبقى هشة ويقول زيك حياتنا إيه اللي حاصل؟ زي ما أنا بدخل برؤية مستنى رؤية تانية تصلح مسلح حياتي لا فرأيي إن إحنا نستمر ونطبق معاييرنا في قبول الخطيب أو رفضه بناء على ثلاث حاجات نشوف إيه الأشياء التوافقات وإيه الخطوط الحمرة وإيه الحاجات اللي إحنا عندنا رغبات إن هي تكون موجودة في خطيب بنتنا ونشوف ونطبق على المعايير ونختار بناء على المعايير وليس بناء على الرؤية